طيب الفايدة اللي تعود علي مولانا قبل ما نشرح ان شاء الله مقدار الزكاة الفايدة اللي تعود علي ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني من النار ينجيني من النار حينما يعطي الانسان الزكاة تكون سببا في ناجاته من النار مش ربنا يقول في القرآن كان في صورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمات تجزة الا بتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى شوف الكرآن فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمات تجزة الا بتغاء وجه ربه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى لان ربنا توعد ذلك الذين يكنزون الزكب والفضة ولينفقونا في سبيل الله فبشرون بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نارجة النمى فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذلكم ما كنتم تكنزون إن عددت الشهور عند الله في سلطة التوبة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف في صحيح الإمام مسلم وراواه الإمام أحمد أيضا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة ركز باب الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة صفائح من نار يوم القيامة فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم كلما بردت أعيدت شف كلما بردت أعيدت فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم روايات مختلف اكتر في الحديث فينبغي أن ندقق وأن نفقه إلى هذا ما أنت هتروح واتسيب المال وانت ماشي كده هتروح واتسيب المال بتاعك إذا مات ابن أدم كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم تبعه ثلاث الأهل والمال والعمل يرجع اثنين ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ويبقى العمل ده اللي بقى لك يا سيد انت ماشي الكفن مهلوش جيوب مجفناش واحد حمل فلوسه معه وماشي في قلب النعش مفيش كل ابن أنثى وانطالت سلامته يوما على آلة حداء محمول فإذا حملت إلى الكبور جنزة فعلا بأنك بعدها محمول كله بروح فاضي بيأتي فاضي روح فاضي الإنسان ينزل من بطن أمه عريانا ثم بعد ذلك يوضع في قطعة بيضاء وحينما يموت يوضع في قطعة بيضاء عريانا ويلف بقطعة بيضاء يدخل القبر ومعوش أي حاجة اللي عمله بس يحاسب عليه طب قدم انت لنفسك بقى اجعل لنفسك رصيد ده أنا أعوز أكلم حدي في التليفون ومعيش رصيد بيقولك أما أكلم لك عفو لك قد نفذ رصيد طيب حلو قوي أعمل أنا حاجة جميل بروح بقوم شاحن التليفون صح كده وكلم موسى السامي ولا كلم كذا ولا كذا ولا كذا طيب الرصيد بتاعك اجعله يوم القيامة حطه في البنك اسمه بنك الأرصيد اعمل بنك اسمه بنك الرصيد ربنا سبحانه وتعالى حينما يحاسبك يجد لك مدخر عنده من الحسنات والأعمال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفعت له صفائحة من نار من يوم القيامة فتقوى بها جنبه وظهره جباههم وظنوبهم وظهورهم فدقك لنفسك حينما تعطي الزكاة أيضا من العلامات التي يتميز بها الإنسان المؤمن من المنافق المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وأنهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ويقبضون أيديهم لا يعطون الزكاة لا يعطون يعني حق الله سبحانه وتعالى فينبغي على كل واحد أن يفقى إلى هذا العطاء الإلهي الرباني اللي ربنا ادهو لك سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا النبي يقول في حديث آخر بتاعي سعبد الدرهمي والدينار أنت عبد المال بتاعك خلاص ما لكش نصيب عندنا ما لكش حاجة عندنا ولذلك يعني حينما ننظر إلى المقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى بينهن في الذهب والفض في الذهب والفض الذهب عشرين مثقل يا مولان عشرين مثقل بيسوي 85 جرام ده بعيار 21 يعني اللي عنده قيمة 85 جرام هيقرج الزك طيب والفضة يا مولانا 200 درهم بيساوي 2595 جرام تاني يا مولانا ببراحة عنين الذهب قلنا عشرين مثقل عشرين مثقل دول بيساوي كام 85 جرام ده بعيار 21 طيب والفضة 200 درهم بيساوي 595 جرام طيب في الذهب والفضة يا مولانا المقدار كام لما يبلغ النصاب عندي فلوس إذا بلغ مقدار وقوي وحولاني الحول اللي هو العام يعني عام هجري كامل عطيتها في رمضان اللي بخرجها في رمضان وصلت كذلك الشرط التالت أن يكون المال فائضا عن الحاجة ده مال فائض يا مولان أنا بستثمر بأموالي وباقي معا مثلا فلوس بحطها في البنك فبلغت النصاب طيب يا مولانا خرج على المال كله ولا على العائد من المال لا بخرج على المال كله وليس على العائد بخرج على المال كله طيب القيمة كام يا مولانا 2.5% كتار كتار دول لا مش كتير يا مولانا إنك تخرجهم لمين إنما صدقاته للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله لدول كله تخرجوا طيب يا مولانا أنا لي أخط فقير أدي له جزء وبعد كده أدي له الباقي طيب أبو يا أمي لا ما ياخدوش من الزك لأنه واجب عليك نفقته إنما لا أختك فقيرة أخوك فقير ادي له جزء وباقي ووزعه في المصالف دي قل له اللي ربنا سبحانه وتعالى بيين فيها مشكلة لا ما فيش فيها مشكلة أدي الذهب والفضة يا مولانا طيب زكاة يا مولانا المرأة الحلي فيه زكاة زكاة المرأة تلبسه ليس فيه زكاة طيب يا مولانا إذا كان هذا مثلا عندها كيلو ولا تنين كيل لا فيه زكاة كما قال بعض العلماء فيه زكاة مقدروا تنين ونصف المي قال لا هذه أمري بسيط خالص بعض العلماء لو عندها تنين كيلو برضو ما تغيرش زكاة فيه طالما أنه للحلي استنادا لما كان لما روي عن سيد الأسماء بنتابي بكر أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي وفي حديث عن سيد النبي عليه الصلاة ليس في الحلي زكاة إلى غير ذلك خلاف ضرب من السادة العلم دالوا أدلته لا أدلته طيب أنا عاوز أخذ الحيطة والحضر يا مولانا وأكون يعني محترز وأخذ بالأحوط طالما أنه معاه تنين كيلو أخرج زكاته دالوا ما عنديش لحاجة بالبسة بسا يا مولانا خلاص مفيش فيها زكاة قادي زكاة إيه الذعب والفض طيب عندنا الزروع والثمار يا مولانا عندنا الحبوب الغلب درر أرز كلام من ده جمع الفلاحين له أنا شوي بيقول لي ما يخرجش ليه مع أنه حاجة بسيطة جدا 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 يا مولانا سيدنا النبي على صلصة ما يكون ليس في مدونة خمسة أوسك صدقة خمسة أوسك يعني ستين صاع بصاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الصاع يعني خمسين كيلة إيه لخمسين كيلة يا مولانا بيساوي أربع أرديب بوكلتين فهم مشكلة دي أربع أرديب بوكلتين من الضرة من الغلة من الأمح من الذبيب من الشعير كل دا فيه زكاة ستين صاع يا مولانا بصاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيساوي كم بيساوي خمسين كيل بيتساوي كلا يا مولانا بيساوي كم أربع أربع أرديب وكلتين بيساوي كم كيلو بالزبط يا مولانا ستمية سبعة واربعين عهو كل دا طب في يا مولانا ايه نصف العشر إذا لم يكن هناك بالتكلفة يعني لاب ما كانت الرأي ولا إن أنا بروي ولا جبع أجر حد رويلي ما فيش فيه تكلفة نصف العشر طب فيه تكلفة ربع العشر هادي المقدر يا مولانا العشر ونصف العشر العشر إذا كان ليس فيه تكلفة ركز العشر إذا كان بدون تكلفة ونصف العشر إذا كان بتكلفة هادي مقدر الزك في الحبوب الغلة والضرة والرز والأمحة والزبيب والشعير وكلام مندي نقولهم تاني ستين صاع بيساوي خمسين كيل بيساوي أربع أرديب وكلتين فيهم إيه يا مولانا فيهم العشر بدون تكلفة بدون تكلفة يعني ما فيه يعني يسكوا من ماء المطر أو بالراحة ما فيش فيهم تكلفة ما بأقرش مكان تري ولا كلام من ده ولا حد رويلي ده فيهم العشر طب أنا بأقر يا مولانا حد رويلي وبعمل الكلام ده كله هاته يبقى فيهم إيه نصف العشر شفت سماحة الإسلام قادي السماحة يا مولانا المجود عندي وحي فتح محل أو عندي عروض تجارة بقى آخر السنة وجمع كل ده وبعد كده بحسبهم إذا بلغوا النصاب بالنقدية اسمها زكاة عروض التجارة بقى آخر السنة لأنه فتح محل أو لسوبر ماركت بقى جمع البضاء اللي عندي دي فأخر السنة كلها الفاضل بمئة ألف جنيه ولا مئة وخمسين ألف جنيه عدوا مقدار الزكا اللي هو خمسة وثمين جرام دابعة الواحد وعشرين طيب يا مولانا والحنابلة جمهور الفقاء يا مولانا الإم الأربعة ربع العشر أو حاجة بسيطة خالص هي إنما الإنسان بيحب الشرح ده الزكاة بتعلمك الإعطاء والسخاء والكرم والجود وكل شيء وكل شيء قال الزكاة وكمان بتعلمك مادة التكافل مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشهد بعضوه بعد لنشبك أصابع عهو صلى الله عليه وسلم قدي مقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة والحبوب والزروع والثمار كذلك وربنا قال وقاته حقه يوم محصادي وانت أفقال بالغت كده خرج الزكاة على طول إنما لو حملتها وديتها البيت مش هتقول لي واني لسا خرج ده أنا عندي عشرين أرذب هخرج مش عارف كم هخرج قد إيه قال لا مش هي خرج إنما وتفحموه تكلف قلب وقاته حقه يوم محصادي كذلك عندك ربنا كرمك خرج ده كله خرج كذلك في الإبل والأغنام لكن فيها تفصيل وأنفصلها إن شاء الله في حلقة قادمة ينبغي علينا أن أن نعطي الزكاة لمستحقيه وأن ننشر مبدأ الحب بيننا والطراح بيننا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتول وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما له يتزك فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يرؤون الذين هم يرؤون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون خلي بالك فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون ويمنعون المعون الآيات كثيرة في القرآن الكريم لكن العبرة في الانسان في الانسان اجعل لنفسك رصيدا عند الله واجعل لنفسك رصيدا عند الناس طب ازاي مولانا هو الانسان الذي يعطي يكون محبوبا يكون محبوبا ده بنص حديث سيد النبي عليه الصلاة والسلام الكريم شفت سيد النبي يقولك والحديث اخرجه الامام الحاكم او رواه بعض اصحاب السنان السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة شفت سيد النبي يقولك السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار اما تموت كنت لا يقولك الله يرحمه فلان ده ده كان رجل من اهل الصلاح ليه يقول له ايه اللي خلاه من اهل الصلاة والله يا راجل ده كان ربنا سبحانه تعالى بيكرمه تليل نازل بنفسه يقعد مع فلان يقعد وعيش رب مع شوات الشاي ويقوم ايه بيدي له الفلوس في السكات كده بحديث ابن النبي سبعتهم وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ثلاثة علامة يسارهم ماء فقط يمينه قاعد كده قاعد شرب شوات الشاي مع الراجل ولكبات القهوة وده له الحق بتاعه موصد ده حقه انت ما بتجبيش عليه ده حق ربنا فرضوا عليك له ونسيق سيدنا النبي لما بعث سيدنا معاذ بن جبل كما في الصحيحين لأهل اليمن قال اخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاتا او صدقة تأخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم ده حقه او حق بنص القرآن ومنص السنة ليه انت تحرم نفسك من العطاء الالهي ليه والله يعني الانسان يحزن حينما يذور الانسان ويعني يعمل العيب وحيل عشان يتررب من الزكاة طب خلي بالك انت تضحك علينا ماشي انما تضحك على الله لا اعتقد ذلك احذر ان تتلاعب مع الله احذر ان تدعي الزكاء مع الله لماذا لانه يعلم السر واخفى انه حليم بالذات الصدور